اهلا فيكم حبايبي برج الجدي اليوم رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتابع لبرج الجدي ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكي فيها تكون طاقتها وشابها لطاقتك او قريبة من طاقتك طبعا القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في في الفيديو اشي رسالة او اشي معين ميسيج معين انت تحس انك ممكن تنربط فيه او بتحس انه بيوجه طاقتك صح فانت خد من الفيديو فقط اللي بتشوفه مناسب لإلك وترك الباقي رح نشوف طاقتك وطاقت الشريك وبعدين خطواتكم في المستقبل وشو مصير العلاقة او شو ممكن يصير بينكم في المستقبل اوكي رح نبرلش بطاقتك انت يا برج الجدي ورح نشوف طاقتك الحالية وشو اللي بتحس فيه عم تمر فيه بالوقت الحالي برج الجدي عم تحس انك مربوط باشي معين مربوط بشخص معين مربوط بطاقة معينة طاقة انت مش مش مرتاح لالها او يعني مش مش ايجابية انت عم تحس انك مربوط باشي معين ممكن المشاكل اللي بينك وبين هالشخص او النزاعات والخلافات اللي عم تمر فيها انت وهالشخص ممكن يكون سببها مادي ممكن من الناحية المادية فيه طرف منكم او انت عم تركز اكتر على الناحية المادية من هالشخص وممكن يكون سبب لك نوع من الجدالات والخلافات مع هالشخص لانه فيه شخص رافض عرض حب من نوع ما وممكن يكون انت اللي رافض ايضا عرض الحب من هالشخص فيه عندك بداية جديدة بالعاطفة عم تمر فيها او فيه عندك شخص جديد بحياتك حاليا ولكن عم شوفك انت رافض عرض معين منه او رافض للبعض منكم اذا مش عم تحكوا مع بعض ممكن تكون رافض الصلح بينك وبينها الشخص فيه من الناحية العاطفية برج الجديد او طاقتك كتير مسكرة او يعني مش منغلق منغلق على نفسك طيب بنا نشوف طاقة الشريك او شو اللي ممكن عم يمر فيه حاليا الشريك او الشريك بيحس انه مقيد من الناحية العاطفية عم يمر بتغيرات صعبة الحبيب او الشريك تغيرات باساسات باساسات حياته ممكن يكون باساسات عائلته ممكن يكون ايضا في مكان المعيشة عم يمر بتغيرات كتير جذرية ايضا هالشخص متحفض على مشاعره وممكن يكون ايضا متحفض من الناحية المادية للبعض منكم البعض منكم ممكن يكون فقط التحفض من يعني من الناحية العاطفية هالشخص في كتير اشي بيحس فيها مش مش عم يحكي فيها عم شوفه كتير منغلق وكتير منطوي على حاله وبيفضل بيفضل كتمان مشاعره وبيفضل ما يعبر عن جميع جوانب حياته او عن جميع ما بيحس فيها الشخص هم شوفه ايضا شخص ممكن تكون طاقته نارية ممكن يكون برج ناري لانه مندفع بخطواته بيحب دائما يتقدم الى الامام ممكن يكون هالشخص ايضا شوي متهور انت بتشوف ايضا ان هالشخص بيخبي كتير دامون كارد هالكارد بيحكي عن الجانب الاخر للحقائق فممكن هالشخص عم يخبي او هو عم يكون متحفض باشي معينة ممكن للبعض منكم برج الجدي ممكن يكون هالشخص متحفض على انه يحكي معك او يصارحك على وضعه المادي عم شوفه ايضا مركز على روحانياته ممكن ايضا عم بتعامل مع برج العذراء لانه هالكارد بتبقى برج العذراء فعم شوفه هالشخص عم يمشي في طريق لوحدون لانه عم شوفه ايضا عم يبحث عن اشي بالظلمة او عم يبحث عن اشي في الظلام ممكن عم يحاول يكشف سر ايضا ممكن يكون عم يراقبك هالشخص من بعيد او عم يحاول يكتشف حقيقة عنك ممكن يكون عم يراقب سوشال ميديا تبعك لحتى يعرف اشي معين عم يبحث عنه اللي رح يكون بالنسبة له بمثابة تنوير او بمثابة انه اكتشف سر من نوع ما او اشي مثل هيك طيب ممكن يكون هون الوحدة من الاسباب او من الخلافات اللي صارت بينكم ممكن تفهم هون شو ممكن يكون الاسباب اللي مرت بينكم اللي ادت الى خلل بالعلاقة او الى عدم التفاهم بالعلاقة في طرف منكم او ممكن انتوا الطرفين في عندكم صعوبة بالالتزام او بالارتباط بتحبوا الوايلد او بتحب انك تكون فري بتحبوا انتوا الاثنين انكم تكونوا فري ومتحررين ما بتحب انك ما بتحبوا انكم تنربطوا باشي معين للبعض منكم ممكن تحسوا انه العلاقة شوية صارت كتير فيها تحكم او صار كتير فيها البعض منكم يعني انتوا الطرفين مش مستعدين لانكم تاخد خطوة للامام او تطور العلاقة بينكم اكتر ايضا عم شوف بينكم كتير خلافات كتير جدالات كتير في منافسة منافسة وكأنه يعني انت وهو بدك تشوف او بدكم انت او هو اللي تكون كلمتكم هي اللي مسيطرة او انت اللي تكون متحكم بازمام الامور فواحدة من الاسباب المشاكل بينكم انه انتوا الاثنين بتحبوا انكم تكونوا مسيطرين على الامور وفي عندكم نظرة حادة باكتخاذ القرارات بالعلاقة يعني اذا صار في اي اذا صار في بينكم اي اشي مش عم يمشي بالطريقة اللي انت بدك ياها او مش عم يمشي بالطريقة اللي هو بده اياها بيصير في مثل الججمنت مثل الحكم قاسي بينكم اه ما في مرونة ما عم شوف في مرونة بينكم ايضا عم شوف انه بالفعل لما تمر العلاقة بينكم بمطرح صعب او لما يكون فيها شدة عم شوف اغلبكم اه مثل كأنه بيختار يبعد انت وهو بتختاروا انه تبعدوا او تنفصلوا عن بعض او لحتى تتجنبوا يعني وجع الراس مثلا للبعض منكم لانه عم شوف العلاقة بينكم ماشي باستركتر معين او طريق معين نظام معين والنظام اللي الغالبية منكم رح يكون تقليدي لانه هاش شخص تقليدي وايضا الطاقة بينكم بطيئة يعني عم شوف الاغلبية منكم مع انكم بعلاقة ولكن في حدود بينك وبين هالشخص في دائما بعد في دائما distance يعني معينكم مع بعض ولكن مش عم شوفكم كتير مع بعض دائما في مساحة بينكم لانه نظرتكم الى العلاقة كتير تقليدية ممكن ايضا البعض منكم في طرف بالعلاقة بيشوف انه ما بده يستثمر او ما بده يحط مجهود الا لو كان مثلا فيها ارتباط والتزام على المدى البعيد يعني مثلا خطوبة او زواج اشي رسمي لانه هاي ورقة الزواج او ارتباط رسمي يعني فممكن في طرف منكم بيشوف انه ما بده يحط جميع ما عنده في العلاقة وهو مش شايف يعني اي نهاية في العلاقة هاي او النهاية بينكم غير واضحة كتير نشوف خطواتك في المستقبل يا برج الجدي في المستقبل عم شوفك لسه عم تفكي لسه في عندك مشاعر بالحزن من الناحية العاطفية لسه متأثر للبعض منكم متأثرين بالبعد عنها الحبيب او عنها الشريك ولكن عم شوفك بدك تحاول انه تشافي حالك من الناحية العاطفية لانه عندك temperance card فانت عم شوفك رح تهتم اكتر بوضعك العقلي بوضعك الروحاني وبوضعك العاطفي ايضا عم شوف في شخص بحياتك ممكن تكون قبلته او ممكن رح تقابله رح تحس بالرضى النفسي معه من الناحية العاطفية رح تكون مقتنع بانه هو الشخص الافضل للك ممكن يكون نفس هالشخص او ممكن يكون شخص جديد شخص اخر بحياتك بيختلف من شخص الى اخر ولكن عم شوف انه انت في شخص بحياتك رح تفتح له قلبك ايضا رح تنحط بمطرح يا برج الجدي لانه عندك two of wands و two of swords رح تنحط بمطرح انه بدك تختار بين شيئين او بدك تختار بين شخصين رح تمر بفترة من التناقض فترة من التردد فترة من التشويش بالمستقبل لانه رح يكون في عندك اختيارين ممكن رح يكون عندك هالشخص تختار بينه وبين شخص جديد او بيختلف يعني من شخص الى اخر عم نشوف ايضا من الناحية المادية وضعك رح يكون افضل بالمستقبل او الشخص اللي عم نحكي عنه هون رح يساعدك في انه وضعك المادي يزتهر اكتر ممكن يكون فيه تعاون ايضا من الناحية المادية ولكن رح توصل الى مرحلة من الاكتمال يعني completion او اكتمال من نوعنا طيب نشوف طاقة الحبيب في المستقبل او طاقة الشريك عم نشوفه مركز اكتر على جسدياته هالشخص ممكن ممكن هو في عنده مهنة تطلب مجهود جسدي او ممكن هو فقط عم يركز على التغيير جسده بمعنى انه يتمرن عم شوفه عم يحاول يكون راضي اكتر على مظهره الخارجي او بالمستقبل رح يركز اكتر على كيف انه يحسن من مظهره الخارجي لانه عم شوف انه في عنده شوي مخاوف او شوي عدم ثقة بكيف هو مظهره من الخارج هالشخص ايضا عم شوفه عم شوف في عنده عروض حب رح تقدم لاله هالشخص وفي هالشخص رح يمر بمرحلة بالمستقبل رح يتقدم لاله كتير عروض حب ولكن عم شوف انه هو طريقة تحليله وطريقة تفكيره للامور وطريقة حكمه للامور او حتى الاشخاص اللي رح يقابلهم رح تكون منطقية او رح تكون متوازنة مش عم شوفه يعني بينجرف باشي اكتر من اشي معين ايضا طاقته رح تكون بطيقة في المستقبل لانه هو في وضع الوبزرفيشن او في وضع المراقبة يعني جميع الاشي اللي رح تصير بحياته بالمستقبل هو عم يراقبها من بعيد او عم يحاول يفهمها عم شوف انه هو من الناحية العاطفية راضي او رح يكون راضي ولكن في عنده هالشخص هالشخص ممكن يكون متقلب المزاج شوي لانه الكروت اللي طلعت هون يعني واحدة بها السعيد وواحدة بها السعيد يعني مش كتير متوافقين مع بعض فممكن هالشخص يكون طبيعته متقلب كتير او بيتغير مزاجه كتير لانه مرة بيكون في وضع راضي عاطفيا ومرة بيمر بمراحل تشويش ومش متأكد من اخذ القرار ومتناقض ايضا ممكن يكون عم يمر بهالمرحلة مش لانه متناقض ممكن يكون لانه ما وصل الى الكونكلوجين او ما وصل الى الحل او الاستنتاج اللي هو بده اياه او الجواب اللي هو عم يبحث عنه اوكي فبدنا نشوف تعقدكم في المستقبل شو رح يصير بينكم في المستقبل في عندكم سايكلز يعني في عندكم تغيرات رح تصير بالمستقبل لانه السايكلز يعني مثل العجلة رح تضل الدور 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 فمرات رح يكون الوضع بينكم منيح مرات رح يكون الوضع بينكم مش كتير منيح فانت وهو بدكم تتعودوا على انه طبيعة كل علاقة هيك طبيعة الحياة يعني بالمجمل هيك انه هي بتتحرك دائما مش دائما تضل على نفس الرذم او نفس الخط او نفس الفريكونسي في عندكم اكتمالات كتير يعني عندك سايكلز في عندكم عشرات عم تتكرر كتير بالقراءة عشرات هي بتحكي عن كومبليشن او عن اكتمال من اشي معين فامشوف انه في عندكم اكتمال دورات كتير او ممكن يكون هالشخص اللي عم تتعامل معه بالسول ميت او في عندكم دروس كتيرة لازم تتعلموها من بعض عمشوف انتو الاثنين عم تشتاقوا لبعض كتير في حنية بينكم كتير لانه عندك سيكسوف كوبس سيكسوف كوبس يعني بتحكي عن شخص عم يتذكر الماضي في عنده حنين الى شخص بالماضي فبما انه هالطاقة مشتركة انتو الاثنين عم تحنوا لوضعكم بالماضي عمشوف في عندك the world وdeath card فهال ثلاثة اربعة بهست فقط اربعة وراقب تحكي عن تغيرات جذرية اكتمال كارما بينك وبينها الشخص تصفية حسابات او دروس لازم تتعلمها بالحياة مع هالشخص فانتو هو مع بعض يعني انتو هو بعلاقة مع بعض من اجل انه تتعلموا دروس من بعض لانه هون تغيرات جذرية بشخصيتك وبشخصيته ايضا يعني هالشخص او انتو مع بعض عمشوف لانه هون في عندك بالماضي او مش بالماضي بالطاقة الحالية حكيت لك انو الوضع او الستركتشر بينكم تقليدي كتير ولكن هون ما عمشوف اي اشي تقليدي عمشوف مرونة كتير فبالغالبية انتو هالشخص ممكن تكونوا كتير مختلفين عن بعض بنمط الحياة بالشخصية بما هو مقبول وما هو مش مقبول بالنسبة لالك او بالنسبة لاله وعمشوف انو في عندك مرونة اكتر انك تتقبل هالشخص وتتقبل طبيعته وهو ايضا والعكس صحيح انه هو بيتقبل ايضا طبيعة شخصيتك وطبيعة العلاقة فعمشوف مرونة اكتر تفهم اكتر للوضع لانه بالمستقبل انتو وهو رح تساعده بعض انو شوي تنضجه او رح يصير بينكم الاثنين نضج من الناحية العقلية من الناحية لا في فهم اكبر رح يصير بينك وبينها الشخص فبالمستقبل ايضا عمشوف فيه عرض حب بينكم night of cups ها فيه البعض منكم المنفصلين فيه رجوع البعض منكم ممكن يكون مش رجوع ولكن فيه نوع من الحديث رح يصير بينكم وفيه نوع من التواصل رح يصير بينكم لانو فيه عندك night of cups هون وبما انو فيه اشتياق للماضي فبتوقع ايضا رح يصير للاغلبية منكم رجوع مع هالشخص ممكن اللي منفصلين حاليا تكون هاي هي الكارما او هاي هي الدورة الساكلة اللي لازم تمروا فيها لحتى تفهموا اشي معينة بالعلاقة اوكي حبايبي برج الجدي بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي like comment share and subscribe ان شاء الله رح جوفكم في فيديو قادم شكرا لكم